الحالة السائدة هي حالة توافقية وهناك حقوق دستورية في هذه المناطق الدستور القانون القرارات كما تعلمون الدستور هي الزعيم الأوحد لكل العراقين وحقوق في هذه المناطق منها حقوق المادة 142 حقوق الناس استرجاع الحقوق ثم القانون كما أكد زميلنا أستاذ شيروان بأن قانون مجالس المحافظات 21 سنة 2008 والتعديلاتها بنيت على متطلبات والحالة السائدة في الدولة العراقية ثالثا قرارات الأخوان في مجلس المحافظة أوكي انعقدت جلسة بنساب قانوني ولكن اليوم هذه القرارات اللا دستورية اللا قانونية اللا توافقية الغير مرضية من قبل جماهير نينوى اليوم هذه الحالة لا يليق بنينوى لذلك هذا المؤتمر الصحفي أردنا أن ننقل هذه المرة الثانية والثالثة تكرر هذه السائل وأن أكد زميلي أن أعفاء أي مدير أو أي رئيس وحده بناء على حيثيات ومسببات لا توجد حيثيات ولا توجد مسببات مضى عليهم 20 سنة 15 سنة في مناسبهم بدون أي حقوق هذا غير وارد وغير جائز ترجمة نانسي قنقر